تعالوا نروح لمبارايات النهاردة مبارتين مبارامة بين طلاع الجيش والدخلية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف مبارامة كانتش على المستوى العالي أو يعني ولكن يحسب لأحمد مجدي حارس مرمى الدخلية أنه أنقص كورة في الثواني الأخيرة من المباراة كادت أن تفقد فريقه الثلاث نقاط طلاع الجيش رفع رصيده بعد هذه النقطة إلى عشرين نقطة من أربعة عشر مباراة وفي نادي الدخلية إلى تسع طلاع الجيش إلى من عشرين نقطة من أربعة عشر مباراة أما فريق الدخلية في تسع نقاط من أربعة عشر مباراة والله يعني شغال مع عمر حسن بيحاولوا بيكتهدوا بيوصلوا بيجمعوا نقاط بص حضراتكم الثواني الأخيرة من اللقاء وأحمد يعني محمد مجدي عفوا الحارس أحمد مجدي دمدر بن سعد الزمالك محمد مجدي دا الحياة كافة لأنه كان بلعب في الإسماعيلي وبعد إما الإسماعيلي راح المقصة والمقصة راح للدخلية مصمم على البقاء ومصمم على اللعب وغير موقعه بسرعة جدا ولو حارس الأهل أو الزمالك كان نعنقذ الكرة دي كان زمانه طلع السمع يعني فبحي محمد مجدي حارس مرمى نادي الدخلية مباراة تانية الحقيقة جمعت ما بين المصري وسموحة الهدف الأول بدري بدري فخر الدين بن يوسف اديها تسعة ونجح سموحة أنه يدرك هدف التعادل ولكنه الفار عاد الكرة مرة تانية بعد ما راجعت الفار طلع أنه كان فيه تسلل من البداية ردت بعدها بدأتين بالهدف الجميل لمعتز أو معتزز الدم الاتنين من تونس والاتنين سجلوا الأهداف لحد كده تمام ولحد كده اللي جوان تمام المصري خلاص بقى متصدر الدوري زي وزي أمبي عنده 26 نقطة ولكن من 13 مباراة وإمبي من 15 مباراة هنا لازم أتوقف شوية عند مدرب النادي المصر لازم أتوقف عند علي مهر لأنه فاس في 8 مباراة اتعاد المباراتين خسر 3 مباراة سجل 16 وعليه 3 يعني ما شاء الله عمل نتائج ممتازة علي مهر أو سجل 19 وعليه 16 متأسف إن بيسجل 18 وعليه 13 متأسف الفارق 3 فالنادي المصر حقيقة ليه شكل ليه شكل فني ليه شكل يعجبك ليه شكل مدرب موجود علي مهر سبق له أنفاس بكاسر ربطة مع فريق فيوتشر وصبق له تحقيق نتائج رائعة مع النادي المصري وعمل نتائج ممتازة مع نادي سموحة وعمل نتائج ممتازة مع نادي الأسيوتي هو مدرب بيشتغل بيذاكر علي طول الوقت زي ما أنت شايفه كده في حالة حركة حالة تشجيل اللعيب وأنا مرة قلت له علي قرب شوية من اللعيبة جاله فترة كده كانت العلاقة توترت شوية بينه بين اللعيبة قلت له قرب شوية من اللعيبة وده مش عيب على فكرة إنك توجه وإنك تنبه وإنك تقول نصيحة وده طبيعي جدا والرجل يعني حتى قال والله أبدا أنا علاقتي باللعيبة ممتازة ممكن أكون متعصب شوية لكنه أنا علاقتي بلعيبتي أنا باعتمد على الحب وانا شفت ده الحقيقة يعني شفت ده في فيوتشر في الفترة اللي أنا توليت فيها مسؤولية نائب رئيس نادي فيوتشر اللي كانت السنة الأولى فقط لغير اللي ما زالت الناس مصممة لحد الوقت أن أنا مسؤول في فيوتشر وعندت معهم أول سنة فقط لغير لكن ماشي نادي محترم والآن عنده دور هايل دكتور وليد دعبس والناس المحترمين اللي بيشتغلوا معاه لكنه أنا معجب بعلي ماهر كمدرب معجب بعلي ماهر كمدرب معجب بشغله معجب بتطويره النفس النهاردة ساب الاستحواز لسموحة اسموحة تسعة وخمسين وواحدة واربئة ما فريقش معه قوي أحمد سامو مدرب هايل وبيحاول بقدر الإمكان لكن علي عارف يختار اللعيب المناسب في المكان المناسب عمل تغييرة غريبة جدا طلع فخر الدين بن يوسف المهاجم ونازل سعداوي كان عنده مشكلة في الناحى الشمال فحب رغم أنه حسين السيد راجل مباراة لكن حب يأمن المنطقة دي والحطة دي بشكل جيد دماغه شغالة طول المباراة مبروك للنادي المصري مبروك لعلي ماهر